حركات باركات وتلميحات في تطبيق كلب هاوس اللي صاير ترنده الحين خنشوف شنو هذا التطبيق وشو ممكن استخدمه وبعض التلميحات فيه وحلقه برعاية كامراتي مشكوري اهم ثلاث اشياء تعرف ان التطبيق هذا حواري بالصوت بالاوديو رغم اثنين انك فقط حاليا على الايفون او الايو اس ما في نسخة حق الاندرويد رغم ثلاثة حاليا الانتساب له بالدعوة يعني احد عنده دعوة يعطيك دعوة ما يدعي لك لا يعطيك دعوة انك تنتسب حق التطبيق دعونا نشوف التطبيق والانترفيس مع التطبيق ونشوف اهم الاشياء اللي فيه هذه واجهة التطبيق اول ما تدخل راح تشوف الرومز الموجودة فحاليا فيه روم الحين فيها كم واحد فيها اثنين وستين شخص وتسع متحدثين ابرزهم الدكتور ابل مثلا واخوي سالم الهاجري مثلا هنا روم ثاني كم واحد فيها امي واحد وستين وتسع قاعد يتكلمون لو ادخل حين اقدر ادخل على الروم مثلا دخلت على الروم هذه راح اسمع الناس الان تتكلم تتيمع تتيمع وتكبر 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 بس الله يا هستري وصيرتنا هذه الذاكرة مالتو ممكن انا بعدين طبعا مثلا انتو شايفين المتحدثين يكونون اول شي بعدين فولو دباي اللي هم الناس اللي متابعين المتحدثين بعدين باقي المستمعين اذا انت تبي تتكلم راح تلقى هنا راح نشوفها بس اذا انت تبي تتكلم وانت من المتحدثين راح تضغط على المايك وتقدر تتكلم مع الناس بس يفضل ان يصير الترتيب من المودريتر يعني شان المودريتر يعني مدير الغرفة اللي هو عليه اخضر شوان انت تصير مودريتر احد المدراء لازم يخليك مودريتر الحلو بالموضوع انت لما تضغط على all rooms راح ينزل تحت راح تصفح ولا الحين الغرفة فيها الكلام ممتاز اي وقت بتطلع من الغرفة عندك طريقتين اما انك تضغط leave quietly هنا انك تطلع بهدوء او انت قاعد تتصفح مثلا بتدخل الغرفة ثانية راح يطلعك تلقائيا من الغرفة الاولى فانا حين مجرد ما اضغط على leave هنا راح يهد الغرفة وانا طلعتها الحين من الغرفة خلنا ادخل الغرفة انا مو سبيكر فيها بسخافي دخلوني حين بدخل هنا تصوير الاخرين بدون علمهم دخلت الحين انا راح اكون في القائمة اللي هي تحت لحظة موجود هنا اذا بتكلم ارفع ايدي مجرد ما ارفع ايدي احد المودريترز راح يصاعدني فوق حق السبيكرز وابدأ اتكلم معهم اي واحد يتكلم يحط المايك بعد يتكلم بعد يسكر المايك لو تشوفون هنا في مثل الترحيبية هذي مثل الهدية هذي تطلع حق الاشخاص اللي توهم انضموا حق البرنامج فتقعد عندك سبوع او سبوعين تقريبا وتقعد او تروح عندك بعد الاسبوعين اي الروم انت موجود فيها تقدر تضغط الثلاث نقاط الموجودة هنا وتبحث عن شخص موجود في الروم او اذا انت كنت الادمن ممكن انت تسكر الروم هذي طيب شنو في بعد زين ليش طالعت لي مثلا روم ثانية في لغات ثانية مثلا مثلا هذا الروم اذا انا مو انترست في اللغة هذي ممكن انا اضغط مدة على الروم واقول له هاي دس روم انا مو انترست فيها ليش اقترح لهذا الروم عن طريق الانترست راح نشوفه بعشوي فهذه الصفحة الرئيسية منه موجود بالبرنامج اضغط على هذا الزر هنا راح يقول لي حاليا منه موجود اللي عليهم اخضر اذا كان اوه فيه روم معينة شوف هالحكمة قادرة على تغطية مجرد ما اضغط على ناصل اقتامي اقدر اقول له خلنبدأ روم برايفت انا معاك او اشارك ناصر فيه الروم اللي حاليا وهو قاعد يسمع فيها فانا اقدر هنا على طول اسوي روم مع احد مباشرة او اني ادخل الروم اللي هو فيها مكتوب تحت مثلا استراحة الجمعة استراحة الجمعة انا روم وديوب مثلا فممكن انت تدش من طريق هذه الايقونة اللي هي تحت انك تشوفه صدقائك والموجودين طيب البحث نفس الشي تقدر تبحث عن اشخاص ولا نوادي الاندية الى الان مو متاحة للجميع ولكن تقدر تقدم على نادي وكل عضو او كل يوزر راح يكون لنادي خاص فيه يقدرون الناس يتجمعون تحت هالنادي ويتسوي فعاليات اسبوعية وهني ممكن يقولك انت البيبول يفولو هني تقدر تشوفهم موجودين تقدر تتابعهم كذلك ثاني شي عندنا علامة الرسالة مثل ما انتم شايفينها هني راح يقولك كم انفتيشن انت عندك انا يمكن عندي ثنتين الحين you have to invite مثل ما احنا شايفين وهني تقدر ترسل حق الناس او الكنتاكت اللي عندك انفتيشن فرح تخسر الانفتيشن زي التول اللي عندك طيب في طريقة ان انا اسوي انفايت حق الناس وخليهم يدخلون بدون ما اخسر الانفتيشن انعم راح نشوفها الحين فهذه الرسالة هني يقولك انت تقدر انت سويت خمسة بندنك مثلا راح تقدر تشوفهم حق الناس اللي سويت لهم تمام وهني ترجع مرة ثانية تروح حق الريزنامة الريزنامة راح تشوف الاب كومنج افنت هني قاعد يقترح لك يعني محتويات راح تسكون مع التوقيت ما لها تقدر تروح فوق كلش وتقول لي ابي ماي افنت انا اللي انا مرتبهم راح تشوف تجربة تقييم حسابك الانستغرام من اربع لأربع ونص انا حاط العنوان راح نشوف شون حاط عنوان هذا فهني كتب تجربة تقييم حسابك اذا تبي تشارك معنا ارفع ايدك اذا بتسوي انت افنت تبغط على الريزنامة الزائد هني تكتب عنوان حق الافنت اكتب عنوان جذاب اساس الناس تنجذب له حلو انك تكتب انه من الى الساعة اساس اللي يدخل راح يعرف انه مثلا من الى متى وبعدين انت بتضيف كوهوست اللي هو صديق معاك تبي يشاركك فهني راح يساعدني على ادارة الجلسة اقول له متى تمام وهني مهم جدا اني اقول انه ترى طريقة المشاركة واحد اثنى ثلاثة راح نتكلم عن المواضيع الفلانية من الساعة كذا الى الساعة كذا وبعدين راح يصير عندي هذا الافنت اي واحد يضغط على الافنت وين راح يشوفونا بالصفح الاولى مثل ما انتم شايفين هنا في افنتات اي افنت انت تضغط عليه راح يطلع لك خاني اراويكم شون راح يطلع لك راح يطلع لك هذا الجدول انت تقدر تاخذ شير كوبي لينك وتحطه في انستجرامك مثلا او بي فحق الكالندر تقول له ابل كالندر راح يذكرك قبل الافنت مثلا اليرت يطلع لك قبلها بخمس دقائق راح يذكرك قلت له اد فالحين ضغطها لي على الكالندر فالحين ضغطتان هنا وقلت له ممكن تويت او ممكن شير شيرة على اي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي وهني انا سويت لي افنت التسعة وتسعين هذي هني تقدر انت تدخل الناس بدون ما تفقد الامبتاشن شلون اذا كان في احد مخزن تلفونك بلس تسعة ستة خمسة رقم تلفوني ومخزن عند الجهة الثانية راح تلقى بدون ما يطلع لك مثلا اسلام عنده رقم تلفوني فانا اقول له لت دم ان يعني شنو يعني راح اخلي يدخل بدون ما اخسر الدعوتين اللي عندي تذكرون انا قلت عندي دعوتين خلنا ندخل نشوف نقص منهم شي ودك ينقص للحين انا عندي دعوتين فالما تروح حق وتشوف احد من الكنتاكت عندك داخل على كلب هاوس لت دم ان اذا تحس ان هذا راح يضيف ليش لانا في شي اسمه منو كافي لك شنو منو كافي لك ان اي واحد يدخل لما تدخل على صورتك تروح حق بروفايلك شوفه دخلت على صورتي خلنا اطلع من الروم تك طلعت من الروم راح ادخل على صورتي هذا بروفايلي تحت كلش جويند يقولك انت متى اشتركت البرنامج نومنيتد باي احمد جلال اهو اللي ارسلي الدعوة فدايما انت لما تدعو احد خل يكون احد هالا زين عساس بكري يقولون من ادعى هالشخص اخانش وخنش اوف بايد انت دعيت هالشخص فتخير اللي انت تدعوهم اه دام دخلنا على البروفايل صفحة البروفايل اللي هي اخر شغلة هني صورتك تقدر تغيرها بسرعة باي مكان اضغط على صورتك اضغط على صورتك اضغط على صورتك قولة pick from library وبعدين اختار اي صورة اختار صورة مثلا هذي الصورة نقولها تشوز بعدين رح تتغير الصورة عندك فعلى طول انت تقدر تغير صورتك وهني يترك حلو اذا انت تريد تعرض وما عندك شي انك تعرض بالبرزنتيشن ممكن اتجهز بعض التصاميم ان تقول حق المتابعين الحين خلنا اراويكم شغلة بالرفرش لما يستحبون من فوق لا تحت يسوي رفرش حتى بالروم لما تدخل اي روم وتسحب من فوق لا تحت رح يتغير صورتك فتقول حق المتابعين تسوي رفرش عشان تشوفون الصورة الجديدة انت مكتوب فيها ثلاث خطوات وانت كاتبهم عساس تشرح حق الناس بشكل حلو رح ارجع على بروفايلي اكتب لك بروفايل حلو تمام انا كاتب مثلا مصور كذا 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 كاتب شوي بالانجليزي عساس اذا دخلت روم انجليزي ممكن يعرفوني كتبت عن انستغرامي اصاعدك كذا كذا وربطت حسابي الانستغرام مع حساب تويتر الحلو بالتطبيق انك انت تقدر تدخل على اي بروفايل مثلا خنقول منه 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 خالد الحمادية دخلت على خالد ارفع عليه فوق وبعدين اقدر اشوف اهم من متابع شنو متابعينه اذا كان موجود في مكان معين واقدر اروح حق انستغرامه والروم شغاله انا لاحن ما طبعت من التطبيق خلني اشغل روم عساس تشوفهم ما ايش قاعد يصير مثلا خلني ادخل ايروم الفوبيا من شي معين اوكي شغالي دخلت على بعد نام رفعت الشاشة رحت حق بعد نام طبعا اسريع داعي بعد نام ف للحين شغال الغرفة اقدر ارجع حق هنا واقدر اطلع بهالطريقة فاقدر اروح وسكر اسكر تلفوني واركض وانا قاعد اسمع وممكن اشاركهم اني ابطل المايك كيف ابطل المايك مثل ما قلنا راح يكون المايك على اليمين تحت بالزاوية فتشغل المايك وتسكر المايك طيب شنو في شغلات بسوي روم انا الحين قلت له start a room في ثلاث انواع من الروم في واحدة مسكرة فانت اللي تختار الناس في واحدة social حق الناس اللي تتابعك فقط في واحدة open حق كل الناس اهم شي تقول لها add topic اذا انت بتقول غرفة test مثلا بسميها test test set topic وبقول له ان الغرفة هادي closed تمام فالحين انا اقدر انادي الناس حق الغرفة هالي فاختار منه مثلا باختار طالب زين وبقول له let's go ففتح الغرفة الحين بس انا وطالب انا moderator راح تلاحظون الحين لو اضغط على اسمي راح تلقون انا moderator حاليا اقدر اسوي نفسي move to audience انزل تحت تمام احين يمكن طالب ينضم حقي بس طالب في غرفة ثانية فيمكن يضغطوا ينضم حقي بس ملاحظين ان هنا في قفل closed room ممكن انا انادي ناس من هنا اسوي حق البيب والموجودين شيني حش شي بالغلط اشواء حمد الله اقدر اسأكر المايك من هنا اقدر اشوف الناس اللي بالروم يرفعون ايدهم وادخلهم ان يتكلمون لما تدخل خمسة ستة بالروم او اربعة بالروم تأكد انك تخليهم بالترتيب لما تسوي هالحركة راح يترتبون منه دخل قبل فتعطي المايك حق فلان ففي وايد امور حق الموديريتر ان شون تدير الغرفة اي واحد تضغط عليه تقدر تخلي مدير من زين وتقدر تنزله حق ال audience تغريبا هذي اهم الاشياء اذا بتصفق حق احد وانت موافقة ممكن تسوي شدي بالمايك حلو يعني هذي انا موافقة الشخص اللي قاعد يتكلم جربوا تبدعون فيه موضوع ان كنت تغير الصور بسرعة ان كنت مجهز عدة صور تغريبا هذي اهم الاشياء اللي في التطبيق اذا انت كنت مسوي الغرفة لا تنسى انك تنهي الغرفة تقول اندروم لانك انت اذا طلحت والناس موجودين خلاص الغرفة راح تتم موجودة وما حد يقدر يسكرها الا الموديريتر اخر شغلة ما شرحت لما تدخلوا على الاعدادات تختارون الانترست هنا تقدرون تحددون الاقسام اللي انتو تحبونها علشان اقترح لكم المواضيع من الغرف تغريبا هذي كانت اهم الاشياء اللي في الغرفة ودي اسمع منكم شنو عندكم افكار ممكن نطبقها على كلب هاوس كتبولي بالتعليقات ونشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى عن هذا البرنامج مشكورين كبراتي على الرعاية ونشوفكم ان شاء الله على خير